بعض الناس وهذا الاشكال كان حتى ايام النبي صلى الله عليه وآله يعني هذا التواهم كان ولا زال مع الاسف عن بعض الناس موجود يقول انه ما هو فضل هؤلاء اذا كانوا سادئ فاولاده الايمة اذا كان غير سادئ علماء ربما نحن عم علماء نحن مؤمنون واذا واحد وهذا الوهم كان ايضا ايام النبي صلى الله عليه وآله ولكن مرة فنت عمة النبي صلى الله عليه وآله موجودة واساء لها احد المسلمين بكلام انه لا مقام لكم ولا اثر لانه يوم القيامة الانسان باعمالهم فبلغ الخبر الى النبي فغضب وقال في المسجد ان بعض الناس يدعون ان قرابة محمد لا تنفع وانما مضمون كلامه وانما هي تنفع يوم القيامة ولو شئت لبينت نسبة كان كثير منهم كان مطعون في نسبهم ولكن قال له اعفو يا رسول الله فعفى عنهم ولم يفضحهم بانسابهم القرآن الكريم يؤكد قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة ومع ذلك لا يحترمون قربة اهل البيت امير المؤمنين سلام الله عليه في كثير من خطبي في نهج البلاغة يبين هذا المعنى قل لا يقاس بآل محمد احد ويضرب مثل انه الناس اذا استشهدوا في المعارك يقعدون شهداء اما لو استشهد واحد مننا فيسمى سيد الشهداء اشارة الى حمزة رضوان الله تعالى عليه وكثير من الابطال المؤمنين المعارك يستشهدون من القياديين ولكن اذا استشهد منا اشارة الى جعفر الطيار يشير امير المؤمنين لهذا المعنى يقول يسمى الطيار ويعوض الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة فيبين الفرق بين مقام هؤلاء ومقام غيرهم طبعا هذا المقام اعطي لهم من الله سبحانه وتعالى لعلوي درجتهم وتقواهم وايمانهم واخلاصهم لم يعطى هذا المقام عبثا اذا استثنينا المعصومين سلام الله عليهم نرى في بعض اولاد الايمة وليس في كلهم خصوصيات معينة وبعضهم يقرب الى يعني تالي تلوى المعصومين ان صح التعبير سبعضهم يقول عند عصم صغره او لا دليل على انه ليس بمعصوم لانه عمليا لم يرتكب تعبير مختلفة انا قل لا يقاس بالمعصومين احد ولكن ما بعد المعصومين كثير من اولاد الايمة سلام الله كانوا في القمة بين سائر الناس لم يكوناس عادين حتى بين اخوانهم اولاد الايمة واخواتهم بنات الايمة سلام الله عليهم مثلا ابو الفضل العباس سلام الله عليه بالرغم انه عنده ثلاث اخوة معه من ام واب يعني طبعا باقي اخوته الامام الحسين وباقي ابناء امير الموين اخوته بس اقول لامه وابيه مع ذلك هو فضله يختلف عن غيره القاسم ابن الحسين له مقام يختلف عن غيره علي الاكبر له مقام يختلف عن غيره كذلك من اولاد الامام الصادق عليه السلام ولده اسماعيل كان من العلماء الاوتاد الكبار وكان يظن ان الامام له ولذلك بقي بعض الشيعة الاسماعيلية الى يومنا هذا يقولون بامامتي بالرغم انه توفي في حياة ابيه الامام الصادق سلام الله عليه ولكن لعظم درجته ومقامه السيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام كان ايضا يظن انه هو الامام بعد ابيه لعظم درجته ومقامه ومن النساء ربما بعد المعصومين السيدة خديجة سلام الله عليها والسيدة زينب سلام الله عليها ويعني بعض الفاطميات ومنهم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها نالت درجة ومقام يختلف عن مقام الاخرين هذا المقام لا يعرف الا الله سبحانه وتعالى ولئما سلام الله عليهم هم بينون لنا ذلك مثلا السيد عبد العظيم الحسني المتفون بري لا احد يعرف مقامه الا انه سيد بالرسول الله وكثير سادته ودفنه ولكن حينما يأتي ذكر من الامام المعصوم بحقه انه الا لو انك زرت عبد العظيم كنت كمن زار الحسين هنا يبين مقام هذا الرجل والسيد حمزة ابن الامام موسى الكاظم المتفون جنبه لا احد يعرف مقامه لو لا انه السيد عبد العظيم الحسني كان يزوره ويبجله ويقدر مقامه وقدره فهو يبين عظمة هؤلاء من اولاد الايم سلام الله عليهم اجمالا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بدأ ظهور اثار العلم والتقوى العلم الخاص والتقوى والورع والمقام منذ طفولتها اذ ان رواية تذكر جاء بعض المؤمنين من خراسان وجاءوا الى المدينة وكانت عندهم اسئلة فمكتوبة وضعوها في بيت الامام موسى بن جعفر وكان الامام موسى بن جعفر غائبا على المدينة مسافر اطراف المدينة كان عندهم بساتين لامير المؤمنين او لاي غرض اخر لا يذكر التاريخ لماذا كان مسافرا ثم ارادوا ان يسافروا قبل ان يرجع الامام وجاءوا ورأوا الاجوة مكتوبة اخذوها من بيت الامام واعطتهم يا هي السيدة فاطمة سلام الله عليها وحينما رحلوا في طريقهم الى العراق والى ايران شاهد الامام موسى بن جعفر في الطريق خارج المدينة وذكروا له القصة وانهم اعطوا هذه الرسائل فيها الاسئلة الى بيته وخرج الجواب من ابنته فلما قرأ الامام الجواب الامام موسى بن جعفر قرأ الجواب استحسنه كثيرا وقال فداها ابوها فداها ابوها فداها ابوها ثلاث مرات يذكر هذا المعنى تعجبا من هذه البنت وشدة علمها وتقواها وذكائها ونبوغها وهي في سن صغيرة في سن صغيرة لانه الروايات في ولادتها اكبر عمر يذكرون كانت ولادتها مائة وثلاث وسبعين ولا في رواية مئة وتسعة وسبعين في مئة وثمانين أو حتى مئة وثلاثة وثمانين وهي سنة وفاة الامام شهادة الامام موسى بن جعفر في السجن ببغداد ولكن اذا كان الامام موسى بن جعفر كان عدة سنوات في السجن ببغداد انتقل من سجن الى سجن معنى ذلك ان ولادتها قبل ذلك على اقصى اكبر عمر هي مئة وتلاثة وسبعين الى مئة وتسعة وسبعين حينما استدعي الامام موسى بن جعفر إلى بغداد يعني أكبر عمر مقدر لهذه القصة هي ست سنوات وربما أقل من ذلك لم يذكر التاريخ في أي سنة كانت ذلك فبنت في عمر ست سنوات تكتب جواب الأسئلة الدينية كاملا دقيقا واضحا وهذه لم تكن أسئلة عادية لو كانت أسئلة عادية وعموم الناس وعلماء موجودين في كل المناطق كانوا يجيبون على هذه الأسئلة لا يحتاج أن يكتبون للإمام بهذه الأسئلة فمأن ذلك أن لها إلحام من الله سبحانه وتعالى والإمام المعصوم لا يعبر بكلمة إلا إذا كانت حقا مئة في المئة يعني ليس فقط عاطفة ومحبة ويعطي مقام ودرجة كلامهم نور وحق ليس فيه زيادة ولا نقصان فعينما يقول فداها أبوها هذه كلمة كثيرة يعبر عنها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وبقيت يعني قل ما يذكر عن حياتي أبناء الأئمة سلام الله عليه فضلا عن بناتهم لا نجد التاريخ يهتم خصوصا وأن التاريخ يهتم بالحكومات والملوك والأمراء ولا يهتم بالعلماء والصالحين استحطى الأئمة سلام الله عليهم قليل ما هو مكتوب عنهم يعيش إمامة ثلاثين سنة ولكن لا يذكر التاريخ تفاصيل ماذا قال الإمام وماذا فعل في هذه الثلاثين سنة إهمال متعمد عن ذكر ما يتعلق بالأئمة فضلا أما يتعلق بأولادهم ولكن يذكر التاريخ بعض الشيء عن أولاد الإمام موسى بن جعفر ومنهم القاسم ابن الحسن سلام الله عليه كما نعلم كان سيدا جليلا عظيما ويبدو في تلك الفترة يعني بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر اشتد الأمر على أولاد الإمام وكانوا في ضيق وشدة وملاحقة من قبل السلطات لذلك القاسم ربما هو قصد بشكل خاص لأنه كان أثار التقوى والنبوغ والشهامة عنده بارزة أكثر كما نلاحظ في هذه الأيام حينما طاغية في زمانه حينما أراد أن يقصد مثلا أولاد المراجع وإن كان كلهم أولاد المرجع ولكن يقصد واحد منهم الذي هو أكثر نشاطا وأكثر حركة وأكثر تأثيرا في المجتمع لذلك هاجر القاسم سلام الله عليه من المدينة وجاء إلى العراق بالرغم أن باقي أخوته والإمام الرضا سلام الله وإمام الوقت الإمام المعصوم كان موجود وكان عنده يعني أخوة متعددين لم يغادروا المدينة المنورة لماذا غادر القاسم سلام الله عليه المدينة لا يذكر التأريخ ولكن ظروف الاضطهاد التي مرت بإمام الرضا سلام الله عليه بعد أبيه وقبل قبل شهادة أبيه وبعده في هذه الظروف أيام العباسيين خصوصا في زمن هارون الرشيد هذه الظروف إجمالا معروفة والتفاصيل لا يذكرها التأريخ ذلك نرى أن القاسم سلام الله عليه مثلا هاجر إلى العراق وظل متخفي يعني كم كان الجو العام خانق ورقابة شديدة على أولاد الأئمة ومن يعرف منهم ممكن أن يغتال ويقتل أو يسلم إلى السلطات فيذبح ونرى في قصتي هذا الصورة واضحة أنه جاء ويبحث عن مكان ينتقل يمكن سماشيا راكبا لا أدري من منطقة إلى منطقة والعراق أراضي زراعية أطراف الفرات ودجل نهرين عظيمين مناطق زراعية حتى وصل إلى غدير ماء وسمع بنتين تتحدثان جاءت لتأخذ بعض الماء وتتحدث إحداهما مع الأخرى وقالت لها لا وحق صاحب بيعة يوم الغدير ما كان الأمر كذا وكذا فأتعجب أنه في هذه المنطقة نعرف منطقة القاسم هي قريبة من الحلة والحلة قريبة من بغداد عاصمة هارون الرشيد في ذلك الزمان ليست بعيدة ولكن يبدو هذه المنطقة كانت منطقة مهالية لأهل البيت بحيث هذه البنت بهاي الصراحة تقسم بهذا القسم العظيم واطمأن لهم وسأل عن رئيس العشيرة فأشارت إلى خيمة وقالت له أبي وهذه خيمته ونعلم من قصته أنه بقي متخفيا كلما سألوه عن اسمه كان يقول أنا غريب لا يبين اسمه وبقي أول ثلاثة أيام كان ضيف ثم قال له سمعت ممن يروي عن رسول الله حتى ما قال عن جدي ما عرف نفسه أن الضيف ثلاث فما زاد فصدقه ولا أريد أن أأكل الصدقه وأريد أن أعمل عمل من الأعمال حتى أعيش مقابل عملي عرضوا عليه بعض الأعمال وجد فيها دناء لا تليق بشرفه كسيد من أولاد رسول الله ثم اختار أن يسقي الضيوف الماء اعتبار شرب الماء من الأعمال المستحبة كثيرا وكان هذا عمله يسقي الضيوف من يأتي إلى المظيف يسقيهم الماء في أثناء الطعام والآن في ليلة من الليالي رأى رئيس العشيرة صحى من نومه في منتصف الليل ورأى نورا من خيمة القاسم يرتفع إلى عنان السماء فتعجب من هذا النور وما يدل على عظمة هذا الشاب وسأل الناس قالوا نعم نحن نعرف هذه الظاهرة رأيناها مرارا بهذا الشكل فقال لا بد أن يكون له شأن عظيم ثم زوجه ابنته وحتى بعد الزواج أرادوا أن يعرفوا نسبه كان يخشى أن يبين شوفوا الجول القاهر في ذاك الوقت إلى أي درجة سيمكن العراقيين عاشوا بعض هذه الظروف بحيث يبدل اسمه يغير اسمه يقول فقط أبو فلان ما يعطي اسمه ما يعطي تليفونه وحتى حينما خرجوا خارج العراق كانوا أيضا يخشون من الملاحقة وكان الجو في ذاك الوقت مشابه لما عشناه ربما أشد للحكومات الطاغية من نتيجه متشابهة ثم ولدت له بنت كما نعلم إلى أن مرضه وحانت وفاته هنا جاءه عمه أبو زوجته وقال له أي بني ذهب الذي كنت تخشاه كنت تخاف من أن تقتل الآن ذهب أنت تموت الآن وهذه البنت نريد أن نعرف نسبها هي بنت من فمن هي عشيرتك فقال يا عم إن كنت تسأل عن المدينة فهي مهبط الوحي والتنزيل وإن كنت تسأل عن العشيرة فهي عشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بني أنت ابن من قال أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر فأخذ ذلك الرجل يضرب على رأسه قال ويلي وحيائي من رسول الله استأجرت ابن رسول الله وأنا لا أعلم قال لا عليك يا عم لقد فعلت خيرا ثم قال له إذا أنا مت فأخذ ابنتي إلى أهلها في المدينة قال أنا لا أعرف بيتكم وهذا السؤال يعني فيه ما وراء الصطور إشارة لأن لا أعرف بيتكم يقول أسأل في المدينة مدينة صغيرة معروف بيت الإمام موسى بن جعفر استبدوا لأن الرقابة كبيرة والغرباء يمنع عليهم أن يزوروا الأيمة أو بيوت الأيمة لذلك قال كيف أهتدي إلى البيت فقال له ضع ابنتي على الجاد وهي تذهب إلى باب الدار فعلاً فعلاً بعد أن توفي القاسم سلام الله عليه ودفن أخذ عمه ابنة القاسم وذهب إلى المدينة ووضعها على الشارع الرئيسي فمشت بين الأزقة إلى أن وقفت على باب الدار سمع من داخل الدار أمرأة تصيح تقول أنا أشم ريحة ولدي القاسم هذه ظاهرة جديدة كأنه عندها أي أول مرة في الأثناء طرقت الطفلة الباب فخرجوا النساء خرجنا ووجدنا طفلة شكلها شبيه بالقاسم سلام الله عليه وبلغهم الخبر فجددوا الحزن والبكاء عليه يعني هذه الظروف الصعبة مرت بها المعصومة سلام الله عليها أن أخيها القاسم يختفي ثم يتزوج وتأتي طفلته ويدفن في أرض غربة ولا يعرف عنه أحد هذه جملة المعاسي التي مرت بها قصة الجلودي وهي أيضا مأساة أخرى كان من الضغط الشديد على الإمام الرضا سلام الله عليه إذ كان الجلودي رئيس شرطة وأرسل من قبل الوالي أن يفتش بيت الإمام وأن يسلب النساء كاملا هذا الرجل جاء مع شرطة وليس معه نساء شرطيات باستلحنا ويريد أن يسلب عوائل الإمام الرضا وأخوته وبناته وزوجاته وعشيرته والإمام الرضا وقف في الباب وتوسل إليه مرارا كان مصر لا أنا لازم بيدي أسلبهن ما عليهم من حيلة وزينة وذهب ومشاكل وبصعوبة أقنعه الإمام الرضا وأقسم له وتعاحد له أنه أنا أأخذ كل ما عندهن ما أبقي شيء يعني أعطيك ضمان وعاد ما أبقي شيء وأأتيك بما تريد الآن بعد مدة وافق والإمام السلام اللي جاء وهو بنفسه أخذ كل ما على النساء من حلي وزينة وأقراط ومشاكل جمع الذهب كله وأعطاه إلى الجلودي وذهب يعني هذه بعض الصور الحصار والمعاسي التي يذكرها التاريخ هناك كثير من الصور لم تذكر ولم تعرف ولم تكتب طبعا على ذكر الإمام الرضا سلام الله عليه نرى عظمة الأئمة سلام الله عليهم حينما كان الإمام الرضا ولي عهد المأمون في خراسان وطبعا ولي عهد الظاهر ولا الكلمة صعبة يقولها الإنسان وغضب المأمون على الجلودي وألقي القبض عليه وجاء به أسيرا لكي يقتل وحينما دخل الجلودي للمجلس وجد الإمام الرضا بعد بصطلاح ولي العاد جالد جنب المأمون وتذكر ما فعل بالإمام الرضا الإمام الرضا حينما رآه كرم الأئمة نتيجة أبناء رحمة للعالمين هم أيضا رحمة للبشرية الإمام الرضا التفت إلى المأمون وتكلم معه طبعا قريب منه فتكلم بصوت خافت قال لو هب لي هذا الرجل لا تقتله فأنت هبه لي قرامة لي أعفو عنه الجلودي ظن أن الإمام الرضا يحرض المأمون عليه يقول له اقتله كانه يظن الإمام الرضا يريد أن ينتقم فقال له لا تفعل ما يقول يا أمير المؤمنين يقول للمأمون لا تفعل المأمون قال إذن أنا والله لا أفعل ما قاله لي لقد أوصى بك وأنا لا أنفذ وصيته ثم أمر به فقتل هذه أخلاق الأيم سلام الله عليهم وتلك أخلاق الآخرين وظلمهم وجورهم للأيم بالرغم من أنهم يعرفون مقامهم وعظمتهم ودرجتهم وطبعا المأساة الأخرى أو الأخيرة التي مرت بها وهي في المدينة هي أخذ الإمام الرضا بالقوة بحجة أن المأمون يريد أن يسلمه الخلافة وطبعا كانت المسألة بالقوة لم يكن خيار عند الإمام الرضا أن لا يذهب ولو كان المأمون صادقا كان المفروض هو أن يأتي من خراسان إلى المدينة ويسلم الخلافة والحكومة إلى الإمام الرضا ويقترح عليه إن شئت أن تبقى عاصمتك المدينة أو تنتقل إلى الكوفة أو خراسان أو بغداد الأمر لك أنت الخليفة قرر ما تريد ولكن معلوم أن الرسول الذي جاء أمره أن يأتي به طائعا وإلا فبالقوة والإمام شعر بذلك وذهب الإمام إلى العمرة ويذكر في أحوال الإمام الجواد سلام الله عليه وكان طفلا صغيرا في ذلك الوقت سمع أباه يودع الكعبة وداعا يائس من الرجوع مرة ثانية لذلك يذكر التاريخ أن الإمام الجواد بقي جالسا في الحرم متألما وحينما خرج الإمام الرضا لكي يعني يرجع إلى بيته جاء الخادم ليحمل الإمام الجواد يبدو كان طفلا صغيرا رفض الإمام الجواد أن يقوم من مقامه وتحير الخادم ماذا يفعل وجاء إلى الإمام الرضا قال له أن الإمام الجواد يرفض أن يقوم فجاء وتكلم معه بلطف قال له أبا كيف أقوم وقد سمعتك أن تتودع البيت أنت شاء تخرج إلى طريق لا ترجع منه فكيف أنا ينتهي حزني وألمي وقلقي عليك ثم قام معا به على كل حال رجع الإمام الرضا إلى المدينة وودع عياله وبنتيجة أخوته وأخواته وعشرته وأخبرهم أن لا رجعة له بعد بعد هذه السفرة وسافر إلى خراسان كما نعلم يعني كانت خطة المأمون يبعده عن المناطق التي فيها موالين ومحبين وشيعة لأهل البيت يعني أمر المسافر أن لا يأخذوا عن طريق الكوفة ثم الري يعني طهران الحالية وإلى مشهد وهذا طريق أقرب وإنما يأخذوا عن طريق البصرة وفارس ويقطع الصحراء بدون أن يمر بالري أو طهران حاليا إلى خراسان أو إلى طوس كما تسمى في ذلك الوقت فإذن كانت نيته أن يبعد الإمام عن شيعته يذكر المؤرخون أن الإمام رضا سلام الله عليه لما شعر بالعزلة الكثيرة وبالمؤامرات بدت تتجلى من المأمون وأنه قد يقتل في أي لحظة أرسل رسالة مع مبعوث خاص وقال له حث السير لا تتوقف بلا استراحة حث السير حتى تصل إلى المدينة وأرسل رسالة إلى أخته السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لا يذكر المؤرخون ماذا هو محتوى الرسالة ولكن بعد ذلك يقولون أنها تهيئت إلى السفر فكان معها أربعة من أخوتها ومجموعة من بني أخوتها وعشرتها والنساء كانت قافلة كبيرة لم تكن قافلة صغيرة تحركت باتجاه خراسان لكي تصل إلى أخيها وربما تساعده في البقاء جنبه أو تمنع عنه الاعتداء أو السوم أو القاتل يعني الظروف كانت هكذا توحي أنه هناك خطر على الإمام والإمام وحده في خراسان ساذا كان ولي عهد أو خليفة أو ما ما يكون من المقام بالنتيجة لما كان الأطراف القوة بيد أعدائه ممكن أن يفعلوا ما يشاءون ولذلك الإمام فوت الفرصة عليهم أولا رفض دعوة الخلافة وقال للمأمون في إحدى احتجاجاته إذا كانت الخلافة ثوب ألبسك الله إياه فلا ينبغي لك أن تخلعه الله يكون يخلعه وإذا لم تكن لك فكيف تعطي ما ليس لك أجاب للمأمون أنه الخلافة إذا هي من الله فأنت تعطين إياه خيافة مالتية صمو مالتك حتى تعطيها وإذا الله أعطاك تلك الخلافة كما يشاء فإذا كيف تعطي شيئا أعطاك أو الله ذلك وعلى كل إلى أن أجبره المأمون وهدده بالقتل وإلا لم تقبل الخلافة فقبل ولاية العهد ونعلم القصص التي برع بها الإمام رضا في قضية صلاة العيد وحينما خرج الإمام رضا خشي المأمون أن يتعلق الناس بالإمام الرضا بعد أن خرج بتلك الهيئة العظيمة والتكبير والتحميد وكل الخراطوس في ذلك الوقت امتلأت الأزقة والجدران بالتحليل والتحميد والتكبير ووصل الخبر إلى المأمون أن وصل الإمام الرضا على هذه الحالة إلى المسجد يفتتن به الناس فأرسل إليه من يمنعه قال الأقو أنه ارجع وسيصلي بالناس من كان يصلي بهم سابقا وهذه إشارة إلى أن المأمون ليس جادا في ذلك ثم قضية أخرى كانت أنه المأمون قال للإمام الرضا أنه أريد أن أذهب إلى الحمام وكانت حمامات عامة تهيى تكون حارة ومشاكل فيها خدم لم تكن حمامات مهيئة في البيوت الماء ما كان مهيئ بذلك الشكل فالإمام امتنع من الذهاب وقال له أنه أنا ما أرى أن تذهب فالمأمون أيضا ما ذهب وذهب الفضل ابن سهل ثم يقول دخل رعاء بأسيافهم وقطعوه أربا إربا فيبدو كانت خطة المأمون أن يكون الإمام الرضا هناك والفضل ويقول الناس هذا الوزير هو الكبير ويدخل الناس بالسيوف يذبحوا ويخرجون وتسجل القضية ضد مجهول كما يعبر عنها في هذه الأيام وطبيعي من وراء القضية هذا ما عنده حرس ما عنده جماعة ماكو جيش ماكو شرطة من أين جاء هؤلاء بسلاحهم ودخلوا وقتلوا وخرجوا ولا أحد يعرف منهم ولا من يتابعهم فكانت مؤامرة مدبرة من المأمون للتخلص من الفضل ابن ساد ومن الإمام الرضا ولكن الإمام الرضا فوت عليه الفرصة على كل حال يبدو الإمام أحس أن الخطوة التالية هي السم ولذلك كتب لأخته لا نعلم مضمون الكتاب فجاءت سلام الله عليها مع أخوتها ومجموعة بعض الرواية تقول مرت بفارس فارس يعني شيراز علي ويبدو أن المأمون شعر بذلك ولذلك أوحى إلى ولاته في المكان أن يهاجموا القافلة ويمنعوها من المسير فخرج مجموعة الإعلام صورهم بأنهم لصوص وقطاع طرق وقتلوا مجموعة ممن كانوا مع السيدة فاطمة المعسومة صلى الله عليه ربما كان أحد الشهداء هو أخوها الذي له قبر في شيراز شاه شراغ قبر معروف ويزار ويبدو من نجى من القافلة مع النساء استمروا في الطريق إلى الري إلى طريق طهران وفي الري يبدو في منطقة ساوى أيضا يذكرون طبعا هذا ذكر التاريخ أنه خرج اللصوص مرة ثانية وقتلوا جميع الرجال الذين في القافلة بما فيهم أخوتها وبني أخويها وبني عمومتها كل الموجودين ويبدو أنه دس إليها السم لأنها مرضت بعد ذلك بشكل مباشر سمرضت من الآلام مرضت من تعب السفر مرضت من السم الله أعلم ولكن يبدو المرض المفاجئ هو لا بد أنه نعرف سيرة الظلمة والطواغيت بالتخلص من أهل البيت كانوا بدس السم إليهم وحينما مرضت رأت أنها لا تستطيع استمرار السفر إلى خراسان فسألت عن قوم قيل لها أنها قريبة ضمن فراسخ ولذلك توجهت إلى قوم كان في قوم عشو آل محمد كما تسمى أن كان فيها الكثير من العلماء والمؤمنين والموالين منذ ذلك الوقت يعني معروفة قوم كانوا من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم لذلك خرج موسى بن خزرج الأشعري حينما علم بأن أخت الإمام الرضا قد جاءت خرج إلى استقبالها مع كل المؤمنين نساء ورجال واستقبلوها من مكان ورودها ثم أنزلها في بيته وكان في خدمتها سلام الله عليها لفترة قصيرة إلى سبعة عشر يوم بقيت ثم انتقلت إلى باريها رضوان الله تعالى عليها يذكر المؤرخون أنه في دفنها تحيروا من يدخل في قبرها ليضع خدها على التراب ولكن جاء فارسين يعني شخصين راكبين على فرس ونزلوا وكانوا ملثمين وهم قالوا نحن نتولى دفنها كيف لم يعترض الآخرين ولم يسألوا كان ولاية تكوينية لهم فأقنعت الآخرين ثم نزلوا في قبرها دفنوها وخرجوا سبعض العلماء ما عرف يعني كيف عنده خبر ولكن يقول يبدو أن الإمام الرضا والإمام الجواد سلام الله عليهما كلاهما جاء لتولي دفنها سلام الله عليها أقول سيدتي تحملت الكثير من المصائب والآلام ولا شك كانت كبيرك جدتك الزهراء سلام الله عليها ولكن الله سبحانه وتعالى عرف قبرك ومكانك والمقام الآن يزار بشكل كبير أحد العلماء السيد محمود المرعشي يروى عنه أنه أراد أن يعرف قبر الزهراء سلام الله عليها حتى إذا زار المدينة يستطيع أن يزور قبر الزهراء وعمل بعض الختومات لعمل لمدة أربعين يوم لكي يعرف ربما لكي يرى بعض الأيمة في المنام ويخبروه بقبر الزهراء أين دفنت ويقول أنه بعد أن انتهى أربعين يوم رأى أحد الأيمة سلام الله عليهم في المنام فقال له زرها في قم قال لا أنا لا أسأل عن فاطمة المعصومة أسأل عن فاطمة الزهراء قال نعم زرها في قم ثلاث مرات ثم قال له أن الله أخفى قبر الزهراء وأظهر بدل هذا قبر فاطمة المعصومة فهي تزار قبرها ظاهر بدلا من جدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها طبعا جدتها مصائبها لا تعد ولا تحصى لا يمكن حقيقة أن يتصورها الإنسان سيدة نساء العالمين بنت رسول الله أم الحسني والحسين سيدة شباب أهل الجنة الطاهرة المعصومة الصديقة الشهيدة التي أوصى التي أوصى بها النبي مرارا وتكرارا مع ذلك ما أن يتوفى النبي صلى الله عليه وآله حتى يدخل القوم على دارها ويقول الظالم في رسالته إلى معاوية يقول له أنا حينما كسرت الباب أحسست بها خلف الباب فعصرتها عصر شديد كسرت أضلاعها وأسقطت ما في أحشائها وأنت أن كاد أن يرق لها قلبي ولكن تذكرت ما فعل زوجها بقريش يعني المشركين الذين قتلهم أمير المؤمنين في بادر وأحد والمناسبات الأخرى الخندق وغيرها ولذلك إن تقمت منها فلم أبالي أحقاد جاهلية وأضغان خيبرية وحنينية وبدرية وأحدية كانت تخفي ما بها من أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا جلست أمامه كانت تكسر جفن عينها حتى لا يرى أثر الحمر كالدم كعلقة الدم في عينها مرة حانت منه التفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه ورأى علقة الدم فتعلم كثيرا وسألها عن ذلك قالت إن الظالم أمر عبده فضربني لطمني على وجهي وهذا من أثر ذلك ويبدو أنها أخفت عن أمير المؤمنين أثرا آخر يذكر المؤرخين حينما جاء أمير المؤمنين لتغسيلها في المغتسل وكانت أوصت أن لا يكشف الثياب يغسلها من وراء الثياب مرة واحدة تقول أسمى رأيت أمير المؤمنين انتحى جانبا وأخذ يبكي قلت يا أمير المؤمنين عز عليك فراق فاطمة قال يا أسمى وإن عز علي فراقها ولكني وجدت ظلعا من أضلاعها مكسور كانت تخفيه عني لألا يشتد بي وجدي ثم حينما أراد أن يعقد الكفن نادى حسن حسين زينب أم كلثوم هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة فجاء الحسنان ونام على صدرها وزينب وأم كلثوم يقول أمير المؤمنين اشهد الله أنها أنت وحنت وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها ثم سمعت أن منادي أن ينادي يا علي نحيهما فقد أبكي ملائكة السماء فنحاهما أمير المؤمنين كل ذلك في جوف الليل لم يكن تشيعا لم يكن اهتماما بتشيعها لأنها أوصت أن لا يحضر جنازتها أحد ممن ظلمها ثم دفنها أمير المؤمنين في جنح الليل وبقي متألما وحيدا لمن يشكو همه وغمه وكذ كانت سلواه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم أننا نسألك وندعوك بجلال وجهك الكريم وبمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبمصاب الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبمصاب السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أن تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه اللهم أكشف به هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اللهم انصر به الإسلام والمسلمين في كل مكان واخذل الظالمين والمجرمين في كل مكان اللهم ادفع للمؤمنين في كل مكان البلاء والضراء وأبدلهم بذلك بالرخاء والسراء اللهم اقضي بهم حوائجنا واشف بهم مرضانا وارحم بهم موتانا واغفر بهم ذنوبنا واسع بهم أرزاقنا وادفع بهم عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار اللهم وكما وفقتنا للحضور في مجالسهم والمشاركة في إحياء شعائرهم فتقبل بنا هذا القليل وأقل القليل واجعله ذخرا لنا يوم لا ينفع أمان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعتهم وعلى صراط مرافقتهم وفي الجنة معهم على سرر متقابلين مع الشهداء والصالحين وإلى روح موت المؤمنين خصوصا موت الحاضرين وخصوصا من العلماء والشهداء والصالحين رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات اللهم اللهم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم